أبضل دكتور لك وصل للدكتور دكتور بنتي أمينة غمت مرة ثانية ليلة صار شي زعلة فجأة لا دكتور أبدا مين بده يزعلها من دارية مثل الطفل وقف حاجة خلينا حكي قبل ما تروح ايه منحكي طلع بهالبيت شبه يشبه بيتك أكيد لا وما بدي إياه يشبههم هاد بيت البيك بيت البيك مصطفى لا تنسى وغير هيك البنت اللي عم تسأل عنا بنته للبيك ما فيك تسأل عنا باستهزاء قولك أنا بدي أحكي مع أمينة وروح أنا بدي أحكي معك الامتين ولازم شوفها شو عم تقول انت مجنون جاي على بالك تموت مين مفكر حالك ولا حسن تركوا تركوا للعريس شو عريس قلت عريس عم بيقول عريس عريس قلت له ليوسف ما بدي شوفه مرة تانية ما بصير تكوني قلتيله هيك كان حاطت إيده على شعراتها من بلا شفته ايه يا الله بزن هاي اللعبة من أمونة الصلعة يعني شو هي اللعبة يلي بدي تخلي يوسف يحط إيده على شعراتها سمعيني زريفة شفته عم يلعب بشعراتها هيك أكيد في شي غلط ها شو الغلط عيوني مثلا يلي شفته بعيوني بكفي غفران إذا ما بدك تظلمي حس فيه بقلبك اتبعي قلبك وشوفي شو بيقلك قلبك بيدلك عالصح روح كفي شغلك في عندي حكي بدي يقوله لصهري أنا اسمي يوسف يا بيك بعرف تعا معي خلينا نقود الحاني بدي ورجيك شغلي معشي دكتور فهمت تفضل طمني هي منها حالتها هي للأسف ما عندي أخبار حلوة إلك ياها قلبه ما بقى يتحمل الزعل انتبهوا حتى ما بتتحمل فرح الزيادة وإذا بدك تعرف شو تعمل ما لازم تزعلها أبدا شكرا دكتور نظمية ودي الدكتور حاضر تفضل دكتور تفضل بنتي أمينة يوسف يوسف عمي شبه مرضانة أود يوسف بنتي مرضانة من يوم ولادتها يا يوسف وللأسف هذا المرض بيأسر عمر صاحبه وبيخليه زعلان وبيخلي الواحد يتمنى الموت برأيك شو لازم أعمل الظريفة؟ برأيي بدك تنتظري لليوم اللي بدك تشوفي في يوسف اي بس يوسف حتى الزواج ما طلبوا مني انا شو بدي بيأمينة هي بنت مصطفى باك شوفي ما حدا بيعرف شو ممكن يصير إذا هالبنت عن جد بدي يوسف وبتحبه بتاخده لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة